ثواريخ إسرائيلية تضيء سماء محيط حلب منطقة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري كانت في مرمى نيران إسرائيلية وكالة الأنباء السورية أفادت بوقوع هجوم جوي إسرائيلي بعدد من السواريخ غير أن أنظمة الدفاع الجوي السوري تصدت لها وأسقطت بعضها وفقاً للرواية الرسمية مصادر كشفت أن الهجوم أدى لاجتعال النيران في مستودع ذخيرة مما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المطارين وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتاً بالإضافة إلى مقتل عسكري وإصابة آخرين من بينهم مدنيون ولتزال إسرائيل تواصل قصف مواقع في الأراضي السورية بذريعة التصدي للوجود العسكري الإيراني ولم تسلم المطارات السورية من الرسائل النارية للجيش الإسرائيلي فمطار حلب وحده استهدفته إسرائيل خمس مرات خلال ستة أشهر كما تعرض مطار دمشق ومطارات عسكرية أخرى لضربات إسرائيلية ويعد الهجوم الإسرائيلي الأخير السادس عشر من نوعه ضد سوريا منذ مطلع العام وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان لتسفر تلك الضربات عن إصابة وتدمير مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات ورغم تنديدات دمشق يبدو أن موقفة الأبيب من إنهاء الوجود الإيراني في سوريا مستمر ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات ضد سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا عبر حزب الله اللبناني وفصائل مسلحة أخرى ترجمة نانسي قنقر